السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين فيديو اليوم عن الرسالة التي أجدتنا في الإيميل طبعا الإيميل الرسالة التي أجدتنا منه بما يخص المستندات التقارير الضريبية هذه أظن أجدت لكل معظم القنوات لنفع على ربح والتي أجدت من رسالة هذه العثور على مستندات التقارير الضريبية على الانترنت طبعا منقل الرسالة التي أجدتنا أجدت نمبارة يمكنك الآن العثور على مستندة الضرائب 1042 للعام الضريبي من عام 2021 عن ترنت إذا تبقى أن اخترت استلام المستندات بالبريد العادي سننفذ طلبك يمكنك مراجعة المستندات أو أي معلومات أخرى في أي وقت في الإعدادات الضريبية أي شي بنعمل لما تجينا رسالة زي هذه طبعا هذه الرسالة أجدت لمعظم القنوات لنفع على ربح واللي عمله التقارير الضريبية بما يخص الولايات المتحدة الأمريكية بنيجي نضغط على إعدادات الضرائب إدارة معلومات الضرائب بعدين وين بنروح هذا الشي جماعة أنت عندي ضعيف الأعدادات وإدارة المعلومات الضرائبية إحنا قبل فترة عملنا من قبل أسبوعين تقريبا أو ما يقارب 12 يوم عملنا للمستندات الضرائبية التي تخص البلد والملاف الشخصي اللي يدفع الطريقة تحصيل الضرائب المقتطعة والإبلاغ عنها طبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية هاي حالة الحالة هي مقبول والتاريخ اللي عملناها في 14 مارس 22 طبعا الرسالة هذه عادية يا جماعة ما فيش منها لا خوف ولا قلق ولا أي إشي ولا أي مشكل بتكون جاية لكل القنوات اللي انفعلها ربح هذا كل ما هناك في هذه الرسالة يعني الرسالة هذه هنعم عليها أي تعديل أو إشي بالنسبة اللي مش عاملين للضرائب الأمريكية أو نسبة اقتطاع الضرائب الأمريكية لازم يملك النموذج اللي بعتوله إياه على الإيميل هاي عنا بنشوف عندي النموذج مقبول هذا فيديو اليوم طبعا بالنسبة للرسالة لأجتنا في الإيميل يعني هذا الرسالة بتكون أجت لمعظم القنوات لانفعالها ربح واللي عملت التقارير الضريبية في صفحة على كوغل أنسس طبعا ونأتي يا عزيزي المشاهدين على نهاية الفيديو واستوجوكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر